موسيقى 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 وإلى موقع التواصل الاجتماعي والبداية من موضوع إعادة خدمة العلم حيث أثارت حلقة نبض البلد بالأمس والتي قدمها زميل دكتور مهند بيضين العديدة من ردود الأفعال بين أهمية عودة خدمة العلم وبين عدم ضرورة ذلك على اعتبار أن هناك طرق أخرى لدمج الشباب في مجتمعاتهم المحلية وإن الموضوع لأن الموضوع يهم قطاع الشباب فقد استضافت رؤية عدد من طلبة الجامعة الأردنية داخل الستوديو لمعرفة أرائهم إضافة إلى بث تقارير مسجلة مع طلبة الجامعات خارج عمان وهذا ما اعتبرته نهاد بطين نقطة إيجابية وتحسب للبرنامج لقولها فكرة رائعة إشراك الشباب في الحوار جهود جبارة تحياتي وتقديري لكم أسامة قضاء بيّن أنه لا يوجد مخصصات مالية لإعادة خدمة العلم لقوله لا يوجد قدرة مالية للدولة الأردنية لإعادة خدمة العلم ومن خدمة العلم إلى التدخين حيث انتقد وزير البيئة الأسبق حازم ملحس في حسابه على تويتر أمس التدخين في مجلس النواب الأردني وقصر العدل حيث غرد قائلا لا يمكن القبول بالوضع الحالي للتدخين في الأردن ومخالفة قانون عدم التدخين في البرلمان وقصر العدل الدكتورة لاريسا الور من جمعية تألال التدخين الأردنية ألقت باللوم على الحكومة وحدها في انتشار التدخين محليا لقولها الحق على الحكومة أولا وأخيرا يكفي استهتار بحياة الناس أما المواطن الفرنسي فاتشي داكسيان المقيم في الأردن ويعمل في قطاع التكنولوجيا رد على تغريدات ملحص باللغة العربية ناقلا له معلومات عن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية حيث قال معدل سعر علبة الدخان في فرنسا يتراوح ما بين 4 إلى 5 يورو وقانون حظر التدخين يطبق بشكل صارم مضيفا في تغريدة أخرى قائلا حظر التدخين في الولايات المتحدة الأمريكية ليس محصور فقط في الأماكن العامة بل على مسافة 50 إلى 100 قدم منها وكان داكسيان قد انتقد تصرفات العاملين في بعض محطات تعبئة المحروقات في الأردن لقوله عامل المحطة يطلب من الصائق اطفاء المحرك وعدم استخدام الخلوي أثناء التعبئة أما التدخين فهو مسموح فلورا مجدلاوي شاركت في الحوار وبينت أن القوانين والرقابة لا يتم تفعيلهما قائلة لا رقابة مفاعلة ولا قوانين مطبقة ولا احترام لريئتي المواطن اشتركوا في القناة